السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا الفيديو جديد اللي درتوه من بعد الفيديو ديالي على اسامة كوبنهاجن اللي لقى واحد نختلافات في الاراء كثيرة كان الناس اللي قالوا لي عندك الحق وكان الناس اللي قالوا لي ضلمتي الوالد وهضرتي عليه خيب انا اللي ارجعتوه شوشو الفيديو ديالي اسامة كوبنهاجن دائما كنت مساندة لي مساندة للافكار ديالو وحترح الان انا يعني دائما كنعاون الناس اللي كيكونوا بغين يدروا شي حاجة بغين يحسنوا من الوضعية ديالهم انا في الفيديو ديالي هضرت على اسامة وهضرت معاه مباشرة بحالة كان هضرت مع اخوي صغير يعني ماشي هضرت عليه كأنه هو دار شي حاجة إلا لاحظوا انا هضرت على ان المغاربة اللي كيجيوا وكيبغيوا كينتاقدوا البلدان ديالهم يعني المغرب كيديروا واحد حاجة خيبة اللي كتسيء سواء اللي هم سواء البلد ديالهم انا عممت يعني ما هضرتش على اسامة كوبنهاجن بالضبط لكن قلت بي أنا كيني الناس بزاف اللي كيستغلوا الموضوع باش كيقدروا كيبغيوا باش يحسنوا الوضعية ديالهم او ليستفدوا شي مساعدة ذاك شي علاش كي يهضروا بهالطريقة على بلادهم لكن بالنسبة ل اسامة كوبنهاجن هضرت معاه كما قلت لكم بحال خسول بحال خسول كبيرة حينت الهضر هو على المغرب وقال باللي راه هو كان عايش خيب ارى هذا يعني ما كانش عايش مزيان ارى هاد القادية يعني ما خصوش يقولها هو بالضبط خلي واش هضر على المغاربة كاملين خلي واش قصد المغاربة كلهم او لا قصد غير راسو في جميع الحالات حاجة ما خصوش تقال قدام الايطاليين في جميع الحالات يعني مش يكون واحد فين يشوف غير راسو يقول لا انا يعني يهضر غير على راسو ما يهضرش علي انا هو فعلا في الفيديو ما اهضرش على كل شي هو ممكن ان الايطالية دياله ما عاوناتوش ما ساعدوش لحد انه يشرح ويعبر بطريقته بطريقة مزيانة اللي غادي يوصل فيها المعلومة الصحيحة للجمهور ولكن الطريقة اللي هضر بها بينات على انه كيعمم حينت الايطالية دياله ما مساعداش وبالاخص الناس اللي اخداوا الفيديو دياله مشاوا حطوه في يعني في جوجل وترجموا الكلمات دياله ممكن ان الترجمة تخرج لهم غالطة دكشي علاش انا باش يكون الامر واضح وباش نبين الناس الحقيقة ديال هاد الفيديو را انا ترجمتو لكم ده بحاليا وغادي نحط لكم ان شاء الله الترجمة حرفية بسفسي انا يعني هادي هي الخدمة ديالي ديال الترجمة غادي نحط لكم باش تعرفوه بالضبط اشنو قال وتفهموا باللي راه هاد الانسان يعني الايطالية دياله هي اللي ما ساعداتوش وحاجة اخرى انه الى كان واحد فينا متضرر سواء اسامة سواء غيره كان متضرر في المغرب فهذا كدر نحنا كدر نحنا كمغاربة يعني ماشي غير انا نكون بوستو سافي ناس اخرين ماشي مشكل كيني الناس اللي ما نكذبش عليكم بقافية الحال كيهدروا مثلا على الناس ديال الكاريانات انت اهضر على راسك انتليك انت في الكاريان انتليك انت تركب على الكرويلة هاد شي ماشي عيب هاد شي ماشي عيب هاد شي بالعكس كينقص مننا احنا حيتي لكن شي واحد في بلادك ولا في حومتك فقير رخص يبقى فيك الحال رخص ماشي عندك متياز انه عندك الفلوس ماشي انت يعني حاجة زمينة وحاجة كتكملك انك عندك الفلوس القيمة ديال الانسان كانت تبقى هي القيمة دياله في ذاته في الامور اللي كيديرها في الخير اللي كين في قلبه في الناس اللي كيبغي يعاونهم واسا ما كان في هاد شي فعلا هنايا في ايطاليا حدوجة ايطاليا درت عليه ان الفيديو مبقاش متبع معاه الامور اللي كيدير يعني يبقى يادك الشي بحلا فيه في واحد ضاجيج في واحد اسطاع في هذا مبقاش متبعاه ولكن مليك في المغرب كان فعلا انسان طموح فيه الخير فيها يعني كيهدر بحال وبحال اي واحد من اولاد دربنا اللي كبروا معانا بحال الشعبيين ولكن المشكل اللي كان هي ان الناس خداوها بحال القاوم اللي يدوسوا ليه الا انت هدرتي عليها هدر على رأسك ما تهدرش عليها انا كيما قلت لكم الى مثلا طالياني هدرتي هدر وقال بلي انا متضرر اكيد ان الايطاليين كيبقى فيهم الحال كيقولوا علاش هاد الانسان يعني في بلاد نفس البلاد انا وياه انا ركب على طنوبيل كات كات ما عارش حال كات سوا وهو غادي على رجليه يعني ماشي انا حين اراكب على ديك الطنوبيل صافي غادي نفرح ونقول صافي الحمد لله دنيا بخير المغرب زوين وكيقولوا قولوا العمزين يعني اراه الدنيا كلها هي هادي كلها العكس لكن هذا الانسان يعني انا ركب على طنوبيل وواحد كات ما عارش كيف ايش غاوصي لها لكم ولكن انا ركدرني را حاجة خيبة حاجة خيبة ان واحد لبس عليه وواحد ما عندوش مياه كل لا اله الا الله وصافي ايش غا نقول لكم انتمنى ان المساج ديالي نتمنى انه يصل حتى الاثامة كوبنهاجن حينت ما كرهش انه يفهم بان حتى هو وحتى ما شكله هو مخصوش يعودهم للناس يعني يهضر ما بينه وحنا شفناه كمغاربة شفناه كيفاش عايش فيناه وشفو حتى الطالية اللي يمشاول عنده يعني الفقر ماش معموره ما كان عيب نهائيا معموره ما كان عيب وهو يعني بطريقته لو انه كان عنده واحد الانسان اللي كيترجم ليه يوصل للناس بانه باغي يقول اللي راه انا كنت عايش واحد ظروف اللي صعيبة اللي كنت محان اللي ما كنتش كان قدر حتى ناكل كان كل مرة في النهار ماشي يعودها بهديك الطريقة يعني عنده المشكل غير في الطريقة وكما قلت لكم ربما يكون المشكل دياله هو اللغة اللي ما كيعرفش اعبر بها هذا يعني هالشي اللي كين كان ضمن خرج بشي فيديو لحد الان باقي ما سمعتوش ولكن الامرها واضحة هو دو على راسه وكان الناس اللي كانوا اصلا حاقدين عليه ودخلوا في الموضوع يعني كتروا الهضرة بزاف يعني خلوا اعطاروا الموضوع واحد الحجم كبير بزاف كانت منه ان هادشي ما يعني ما يضطرش على نجاح ديال بزاف ديال الناس ما يضطرش على يعني الطموح دياله الى كان هو عنده طموح وبغي يدير شي حاجة من اللي يعني من اللي حط رجلي هنا يا في ايطاليا مهم هادشي اللي بغيت نقول لكم انني ماشي عندي مشكل معاه نهائيا ما عنديش يعني شي حاجة ضده بالعكس انا دائما كنت مساندة لي ولكن الحاجة الوحيدة هي انه هاد الامور يعني ديال تفاصيل ما خصها اشتقال وهادشي اللي يعلمونا والدينا كنشكركم بزاف خليتكم على خير ودائما السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر